شراء كيبتل وليد في القرار لما لاعب ما يلقى فرصة يروح يعيد اكتشاف نفسه في مكان ثاني ويصير من الركاز الاساسية في التأهل لكاس العالم او المنتخب اللي قاعد يحاولي تأهل لكاس العالم تطور اللعب يعني ما ازيد على الاخوان يعني كلامهما انا اتفق معهم امية بالامية تطور اللعب هو في تواجد المستمر في اللعب يعني لو ما خرجوا لعب في نادي عنده دقائق اكتر ووقت اكتر انه يلعب كان ما تكلمنا عن فراس بركان ابو فيصل وابو نايف يعني يتكلموا فيه امور كثيرة ولكن فراس بركان اولا صغير في السن الضغطات النفسية في هذا العمر شي طبيعي ترى وبعدين مع الاستمرار اذا كان عنده فرصة يلعب راح يتجاوز هذه الضغطات بوجود لعبين خبرة وجهاز اداري وجهاز فني ولكن لم يروح الفتح ويسجل اهداف ووصوله الى المنتخب مثل ما تفضل ابو نايف قال لنا المدرب يكلم لعب ولاعب صغير في السن من بد اللعبين الاخرين في مباراة اليابان في ميزة اللاعب المهاجم هم مطلوب من التسجيل الهداف مهاجم نوعين مهاجم يعني يتمد على اللاعبين الاطراف والاضهرة من خلال كراسات او كرات ثابتة وتمركزه صحيح داخل 18 سواء في الكرات الرأسية او مثلا اذا كانت دربكة واستغل الفرصة داخل 18 فراس عنده ميزة افضل من هذا الامر اذا كان وضع اللاعبين وادى موجود كرات ارضية والمساندة من ناحية الاطراف تجد انها كرات طويلة عنده سرعة ويمتاز بتسجيل الاهداف يعني ممكن مع الفتح وتسجيله مع اليابان وعمال اعتقد طريقة مشابهة يخلي اللاعب وراه ولو ان اللاعب ممكن المدافع مرات يكون اسرع من المهاجم يكون قريب من فراس بريكان يعرف شلون المهاجم فراس بريكان يخلي اللاعب في ظهره وسجل الاهداف اللاعب مميز مشروع نجم واعد واعتقد مع الاستمراريته في اللعب راح تشوف انه مطمع من جميع الانديانة يستقطبون هذا اللاعب مهم جدا اللاعب اذا ما لقى فرصة يروح يعيد اكتشاف نفسه في نادي ثاني اذا عنده طموح ولا قاعد ياخذ مكافآت مع النادي الجماهيري هذا تحدي الناس من اللاعب في بعض اللاعبين يقول لك هو يمكن ما يأمر في قدراته وجوده في الفريق فريق كبير مثلا وجوده انه على دكة البودلاء ما يلعب هذا ما عنده الثقة ولا الشجاعة ولا الجرار بالنسبة ليانا لما يخرج لعب مو النادي في فرق النادي لما يعير لعب سنة سنتين وفي فرق ان اللاعب هو اللي بيطلع لماذا بيطلع من النادي ونادي كبير ونادي جماهيري انا شوف انه فيه تحدي نفس اكيد فيها الجرعة والشجاعة وهذا اللي امتاز فيها فراس بركان ترجمة نانسي قنقر